اشتركوا في القناة النادي الاهلي قدم لنا نموذج فريد من نوعه كلما تجد في هذا الزمان لقطة كلها قيم ومبادئ وانسانيات ليه بقولي الكلام ده كله انتوا عارفين طبعا يوم 24 ديسمبر حصل حدثة في مباراة النادي الاهلي مباراة تحادث كندرية في مباراة السوبر كرة السلة والمباراة تلعبت في صالة الدكتور حسن مصطفى وانتوا عارفين طبعا الاحداث بتاعتها والمباراة ماشية كويس قوي والاتحاد السكندرية مموتها قدم على النادي الاهلي واناش حاجة مرة واحدة لقنا المقصورة وقعت وقعت على 27 واحد من جماهير نادي الاتحاد السكندرية طبعا هنا بقى كله بيتوقف مفيش بقى لا اتحاد ولا محلة ولا زمالك ولا اهلي هنا احنا كلنا مصريين عارفين يعني ايه كلنا مصريين عشان كده النادي الاهلي اكتمع مجلس ادارته ومعاه رئيس مجلس ادارة الكابت المحمود الخطيب وخده قرار فريد جدا دلوقتي اللي بياخد بطولة بيمسك فيها ما برداش تسيبها لا النادي الاهلي عمل حالة انسانية يعني مفيش بعد كده عشان كده بقول لكم الكبير كبير سواء كبير على المستوى المحلي او المستوى الدولي فقدر النادي الاهلي مع مجلس ادارته تناذله عن كأس السوبر لنادي الاتحاد هتقول لي طبعا المباراة ما كملتش في حاجة اسمها حالة انسانية حالة انسانية عاوز تدخل الفرحة على قلوب عشاق الاتحاد السكندرية والالام اللي كانوا فيها طبعا النادي الاهلي تنازل بكل حب وتأدير والكلام ده هو ده المعنى الثامي للرياضة والاخلاق واقول زي ما انت عاوز تقول وهو ده الاهلي يا جماعة الاهلي بيضحي بطولة تحط في الدولاب بتاع البطولات بتاعته بتعمل تاريخ بطولات واسواء كاس او دوري او سوبر او الكلام ده كله لا النادي الاهلي تنازل عن بطولة انا بلوكم فيه حاجات وحاجات انسانية عشان كده الكلام ده مش لسه من قريب النادي الاهلي من 1077 نموذج للقيم والمبادئ والعطاء وزي ما هتول تقول الاهلي كبير وهيفضل عمره كبير والحاجة الجميلة النادي الاهلي ما بيبصش البطولات قد بيبص ان عاوز يسعد الشعب المصري بيسعد مين جمهور التحاس كندرية جمهور التحاس كندرية ده منين مش من مصر فقالك الالام واللي حصلت الحادثة دية الاليمة ربنا ما يعودها تاني فالنادي الاهلي تنازل عن السوبر لنادي الاتحاد بعض الناس تقولك ايه موضوع بتاع مروان عطية وبتاع والكلام ده كله وعملوها كده لا في حاجة اسمها انسانيات انسانيات ده لازم عندك رحمة من جواك لازم يبقى بينك وبين ربنا عمار ربنا بتعمل حاجة بتعملها وربنا ببريك لك فيها النادي الاهلي فعلا اقدر اقول في الجزئية دي كلها الكبير كبير يا اهلي